أصغر الأبناء وما شاء الله آخر العنقود آخر العنقود وأنا شفت في نايف طبعا وأنا أقول بس كل أب يشوف أولاده أشياء غيره ما يشوف فأنا شفت في نايف الحفظ وشفتني وأيضا موهوب في أي طبعا أشياء كثيرة عنده مواهب لكن أنا ما استطعت تسوي لأني أبسط شيء عندي أن يعطيها القصايد وهو يحفظ نايف ما شاء الله تبارك الله مستوى في الدراسة ممتاز في البيت ممتاز يعني حبيبنا يعني ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن ينفعبه وهذا الشبل من ذاك الأسد أكيد يعني والله عليكم زود واهتمام الآباء يعني حتى نحن هنا من هذا المنبر نبين للناس أنه اهتمام الآباء سواء الأب ولا الأم في الإبن فعلا بيطلع أبناء مبدعين أبناء متألقين أبناء يقدر يفيد وطنهم لما نتكلم إحنا على الشعر نعم هذا يعني إحدى الحاجات اللي يفتخر بها العرب صحيح إحدى المواهب اللي كانت موجودة والحاجات اللي نعم تعتبر هي التسلية حقتهم في السابق نعم يعني كان زمان في المجال تسلية بلو تحفظ اللغة صحيح الشعر في السابق يحفظ اللغة ويحفظ واللسان ينطق الحرف ومخرج الحرف ومعنى الكلمة صحيح نعم فكان في السابق كده والآن أيضا الحمد لله يعني صراحة الحقيقة نايف ما شاء الله عندها قصايد كثير عندها في الوطن وطن يعني في عندها عن جبل طويق في الوطن يا سلام جبل طويق أربعة بيات يعطيكم ستة بيات في جبل طويق اللي يتكلم ولي العهد يتكلم عنه حفظه الله سيدي صاحب السمان مقلاب محمد بن سلمان عن همة السعود الله في عمره قال أن الشعب السعودي همته مثلا همته ويشبه جبل طويق في الكوم وفي التماسك صحيح نعم فطبعا إحنا وطننا وحكومتنا صحيح الحمد لله فهو عنده مننا هذا أيضا قصيدة لا لا ذحين إذا كان أربعة بيات بس ستة أربعة أنا لو يعطيني شطر من البيت أنا سعيد جدا حصوصاً يا جبل طويق